الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهى لاستقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريتج القطرية الشيخ نايف بن عيد الثاني بيان عن مصالح الوزير الأول الجزائري أوضح أن المحادثات تمحورت حول أفاق التعاون والشراكة الاستثمارية في شتى المجالات لا سيما في قطاع السياحة انخفض النفط في الجلسة الأولى لهذا العام مع تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على المدى القريب على ضوء التباط الذي يلوح في أفق اقتصادة الرئيسة وانخفضت العقود الآجلة لخام برنتي بـ 98 سنة إلى أقل من 85 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 77 سنة إلى 79 دولارا للبرميل بعد صعود الدولار أبرمت تركيا وبلغاريا ثلاثاء اتفاقا يتضمن استخداما طويل الأمد لمرافق الغاز الطبيعي المسل في تركيا ونقل الغاز إلى الحدود البلغارية بعد وقف روسيا الإمدادات وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن الاتفاق المبرم بين شركة الغاز الوطنية التركية بوتاش ونظيرتها البلغارية يقضي باستغلال الأخيرة المرافق التركية إلى عام 2036 لاستراد مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسل سنويا المسؤول التركي ذكر أن العقدة سيتعزز باتفاق آخر للغاز الطبيعي المسل مع سلطنة عمان قريبا تباطأ التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي متراجعا من أعلى مستوى له في 24 عاما وأظهرت بيانات رسمية من معهد الإحصاء التركية الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64% خلال ديسمبر المنسرم منخفضا عن التوقعات بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو ربع قرن أكتوبر الماضية وأفادت بيانات المعهد بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من 1% على أساس شهري مقارنة مع توقعات بـ 2.7% قفز اليان الياباني لأعلى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار الثلاثاء وسط توقعات متزايدة بأن يتخلى بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسيرة وصعدت العملة اليابانية بـ 18 مئوية لتصل إلى 129 دولار متجاوزة مستوى 130 الذي بلغته شهر أوتا المنسرم مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ جوليا الماضي وحقق اليان مكاسب واسعة النطاق اليوم الثلاثاء مع انخفاض اليورو بنحو 16 مئوية ونزول الجنيه الاسترليني بـ 14 مئوية ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة